عايز أقول حاجة عن الإيمان برضو لأنه بعض الناس بتسيء استخدام الإيمان بمعنى أنه يقولك مدام أنا مؤمن يبقى الرب هيعمل لي كل حاجة أنا عايزها كأن دي يعني شهادة إيه تأمين بخدها لما آمن الرب موعدناش بكده قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق فأصحاح الإيمان اللي هو أصحاح 11 من سفر العبرانيين من رسالة العبرانيين بيتكلم عن بالإيمان قهر وممالك بالإيمان صنعوا قوة بالإيمان أخذوا أموات إلى حياة لكن بالإيمان برضو كانوا بيجولوا في براري وسخور رجموعة تانية من رجال الله ولكنهم عايشين بالإيمان برضو رجموا نشروا نشروا بالزبط حاجة صعبة جدا طبعا فأنا عايز أقول أني مرات كتير بنقول مدام عندي إيمان يبقى مثلا عايز أشتري عربية ربنا هجيب لعربية طبعا ده مغلوط يعني لا بالزبط ده مش الإيمان طبعا بالزبط بس الأسف ده بيسيطر على أفكار ناس كتير أنا عارف وده شيء مش مدالة حكناه في حلقة أنه عم بيقله الإنسان كأنه الله زي كمبيوتر عند الإنسان ويعني بيبس على الزرار وخلاص كأنك قدام الكاشماشين وبتدوس الرقم بتاعك والفلوس تيجي ما هوش كده الإيمان ما هوش بالطريقة دي بالمرة الإيمان ده ممكن يسمح الرب ببضيقات وبصعوبات بس بالإيمان نعيش جواها الإيمان مثلا في حياة يوسف في فترة طويلة أو لو خدت سناب شوت كده هتقول لك فين ربنا ده ربنا مش موجود إزاي سيبه يتعرض لكل الظلم اللي وقع عليه لا الإيمان ده خلاه يكمل يكمل عشان خطة الله الكبيرة اللي بتحسن فالعايز أقوله الإيمان ما هوش المفتاح السحري اللي يحللي كل مشاكلي لكن يخليني أعيش بالإيمان في وسط مشاكلي واستفاد منها ففي مثال جميل أوي في أعمال الرسل أصحى 12 لما يعقوب الرسول يعقوب اتمسك وهيرودس الراجل المفتري ده قتله بحد السيف هيرودس أغرباس الأول بالضبط وحط بطرس في السجن استعدادا لقتله الكنيسة كانت بتصلي للتنين نعم بس واحد اتقتل واحد نجم للسجن لأن خطة الله في حياة الشخص ده هي كده وخطة الله في حياة الشخص التاني اللي هو بطرس مختلفة فالعايز أقوله إن الإيمان العملي يحتاج مننا إن احنا نقول لتكن مشيئتك لأن خطة الله أكبر من تفكيري وخطة الله أكتر من كل المعطيات اللي أنا عارفها فبالتالي لازم وانا بعيش بالإيمان مع الله لازم أقوله يا رب لتكن إرادتك فعندنا إيمان الخلاص وده كلنا متساويين فيه فالرسول بطرس بيقول إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا فإيمان الخلاص متساوي اللي هيدخل الرسول بطرس هيدخل أصغر مؤمن بالمسيح نفس التكن الإيمان العملي بقى ده بيختلف من واحد للتاني في واحد عنده ثقة في الرب والرب بيدربه أكتر وبيحركه أكتر في واحد الثقة بتاعته أقل فعايش في حدود ديئة من الإيمان ففي إيمان الخلاص والإيمان العملي علينا نفهمهم الاثنين مع بعض ونعيش بهم مع بعض وفي ناس مدللين بالإيمان برضو الله بيتعامل معهم وفي ناس اللي بتشكلوا يعني عارف وانصهروا في مدرسة الإيمان طبعا طبعا وإحنا بين يدي الله الفخاري الأعظم اللي مش بيعمل حاجة غلط أنا كنت بزور واحد فخاري وتشوف الإناء اللمب في كلاي ده اللي بياخدها وإزاي بيحركها على الدولاب مرات بسرعة قوي مرات ببطء مرات بيشيل حتت ومرات بيضيف حتت وفي النهاية بيخرج إناء جميل فده تشكيل الإيمان في حياتنا يا أسيس نظاري علي أن يكون مطيع لأني لو ما كنتش مطيع كل حاجة الرب عايز يعملها هزرجن فيها فالرب مش هيإنبوز عليها مش هيفورست عليها فهحتاج أني أخذ وقت أطول في التدريب ترجمة نانسي قنقر